مرحبا فيكم حباي ببرج الميزان شو مخبيلنا؟ هاي القراءة رح تكون لأهم الأمور أو التوقعات أو التحذيرات فإن شاء الله يكون شهر حلو شايفيتك يا ميزان لسه عايش شوي في طاقة الماضي ما عم تنسى خلينا نشوف هلأ شو اللي ما عم تنسى نسحب كروت كنتيجة أو كخلاصة للموضوع للقراءة عشان ما أنسى خلينا نقول الطاقات اللي رح تتعامل معها أكتر إشي هذا الشهر أو الطاقات اللي موجودة في الأوراق هوائية نارية أكتر إشي كمان مائية هدول أكتر طاقات ظاهرة عندي بيّن يا مرج الميزان في منكم شايفيتك عم بتقارن أو الطرف الآخر عم بيقارن عم بتكون يعني خلينا نقول عم بتكون كتير محتار بين شخصين أو بين أمرين رح تاخد قرارك ناحية الشريك شايف الشريك كمان كتير زعلان يعني أنتو التنين مزعلين بعض خيرات الله كتير عم بشوف زعل وكتير عم بشوف تراكمات بناتكم لكن شايفة في نهاية الشهر ممكن يكون من من تالت أسبوع لنهاية الشهر شايفة في مبادرة من أحد الطرفين في مصالحة في يعني في بوادر خير لهذا الموضوع مع أنك حاولت أن تستشفي شايفيتك يا برج الميزان يمكن الطرف الآخر هو اللي غلط فيك ما بعرف لأنه أنت مبين كتير مجروح وكتير زعلان أو أنتو التنين يعني زعلتوا بعض وشايفيتك عم تحاول تستشفي من هذا الموضوع عم تحاول تطلع هذا الشخص من راسك أو من حياتك ولكن أنا شايفة في رجعة بناتكم في مبادرة وفي أشياء حلوة بناتكم لسه ما نسيتوها شايفيتها أنها رح تتجدد هاي الفترة شايفيتك حبيبي الميزان شايفيتك عم تحمل حمول كبيرة في كتير عليك مسؤوليات ممكن مادية عم بشوف يعني كل شي محطوط على راسك أنت يعني إذا كنت متزوج فأكتر الحمل بيكون عليك مش على الطرف الثاني أنا شايفيتك حامل حمول كتير كبيرة يعني هاي هاي الأمور كلياتها رح شوي شوي تخف هون في طاقة جميلة جدا يعني خاصة طاقة روحانية بينك وبين الحبيب ممكن أنكم تتشاركوا هاي المشاكل أو هاي المسؤوليات مع بعض شايفة أنه الشريك بيفكر فيك بطريقة كتير حلوة عم ياخد عنك أخبار أو عم بيسأل عنك عم بيراقبك من بعيد ولكن أنت هاي الفترة مسكر قلبك مش حابب أبدا أنك يعني وكأنك زعلاني كتير أو ما بعرف لأنه هون في عندي طرف تالت عم عم بيحاول أنه إما إما أنه هذا اللقاء ما يصير أو هاي العلاقة ما تستمر أو أنه فعلا عم بيعمل أعمال مش منيحة أعمال اللي إحنا بنعرفها لأنه هدول الكرتين مع بعض آآ يعني أعمال يعني ما بحب هاي الكروت بس بتظلها تطلع لي آآ كمان بزيدك من الشعر بيت كمان أنت محسود يعني مش بس آآ فحاول أنك تطلع من هاي او أنا عم بشوفك أنه عم تستشفي يعني أنا عم بشوفك عم فعلا آآ بتحاول تتخلص من هاي الأمور آآ للمتزوجين عم بشوف شوية تباعد آآ بناتكم في شوية شك في طرف عم بشك بالطرف الآخر آآ بعلاقة ثلاثية ولكن هذا الموضوع ما رح يستمر آآ كتير آآ رح تصفى شوية العلاقات بس بدها آآ شوية وقت يا برج الميزان آآ بدك شوية وقت آآ تصبر بسبتمبر على آآ الشريك بالنسبة للعمل شايفي فرصة حلوة كتير بالنسبة لللي بيشتغلوا واللي ما بيشتغلوا فيه فرصة رح تطرق بابك آآ يعني ما كنت مخطط لها انت كنت عم تبحث عن عمل تاني او مقدم لشغل ولكن هذا الشغل رح يجيك فجأة آآ مش متوقع وعلى فكرة في يعني في أموال او فيه فلوس حلوة كتير من هذا آآ الشغل في ناس عم بيفكروا يفتحوا مشروع جديد فهذا وقت كتير مناسب لهذا المشروع انا عم بشوفه كتير آآ يعني آآ عم بمشي لا لا اتجاه حلو آآ او انه ترقية للناس اللي عم بستنوا آآ ترقية لانه عم بشوف اموال فهي من الترقية شكلها من الترقية آآ في العمل للعزاب آآ في احتمال انه آآ يعني تعرفوا على شخص جديد ما كانوا يعرفوا قبل آآ هذا الشخص آآ رح يكون مش عارفه اما انه انت عم تحكي معاه على الانترنت او لانه شايفيته في في اختلاف كبير بينك وبينه اما بالعمر او ب بموضوع معين آآ هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي ممكن آآ مائي اكتر شي طاقته بتبين آآ شخص آآ آآ مادياته كتير آآ ممتازة آآ بيحب الحب يعني رومانسي شوي خلينا نقول رومانسي وبنفس الوقت بيفكر بعقله وقلبه فشخص مناسب جدا لو تعرفت عليه بالاسبوع الثاني آآ او الاسبوع الثالث اعرف انه هذا شخص آآ مناسب انا بحكي للعزاب آآ مطلقين ارامل اللي ما عندهم آآ شريك في حياتهم وعم يستنوا آآ نصفهم الآخر بس شايف منك آآ برج الميزان شايف منك شوية يأس تشاؤم آآ طاقة آآ زعل فحاول انك تطلع من هذا الموضوع بقى قرب وقت ممكن لانه آآ الورق يعني مليان بشاير انا بعرف انك بتعاني خاصة من الطاقات السلبية خاصة من الحسد وهدول الشغلات فيعني بس عم بشوف الاستشفاء عم بتم على خير يعني انت بالطريق الصحيح فكمل استشفاء شوف اذا فيه تحذيرات لهذا آآ الشهر لبرج الميزان آآ تحذيرات آآ بيقول لك انه يعني وكأنه بيحكي لك الكرت انه انت شوي مبعد روحانيا عن ربنا او عن روحانياتك فارجع آآ للقرآن ارجع لصلواتك لدعواتك آآ ارجع زي ما كنت لانه انت بالاساس شخص روحاني جدا يعني شو فيه احلى من هيك روحانيات انت شخص كتير كتير روحاني هدول كرتين مع بعض يعني انت على تواصل روحاني كبير جدا آآ فخليك آآ يعني زي ما انت اذا كنت على روحانيات عالية واذا لا آآ او خفت شوي آآ بلش ارجع زي ما كنت آآ عم بشوفك آآ فيه تحذير آخر انه فيه اصدقاء فيه اشخاص عم بيكنو لك الشر عم بيوصلو لك اخبار وهي الاخبار عم بتكون غلط آآ عم حكينا عن الحسد قبل شوي فهدول الاشخاص آآ طالع من عندهم حسد بالنسبة لالك فدير بالك حبيبي خلينا نشوف كوية العقل الباطن كرت لالك وكرت للشريك آآ للي عنده شريك بالنسبة لك آآ بالنسبة لك آآ بعقلك الباطن عم بتفكر وكأنه العلاقة خلص ماتت العلاقة خلص بطل فيها اي امل آآ وكأنها هيك العظمي خلص آآ يعني آآ شخص يعني مات وشي بعموت هيك انت عم بتفكر بالعلاقة او عندك هواجس من هذا النوع هذا بالنسبة لك بالنسبة للشريك على العكس تماما الشريك شوف آآ في لفة معينة في آآ ولكن هاي اللفة يعني او بطريق نحو الارتباط طريق نحو خلينا نقول التطور في العلاقة يعني رح يصير فيه تطور بالعلاقة هو عم بفكر ماليا عم بفكر كتير وانت عم بتفكر كمان بالارتباط آآ من هذا الشخص فعقله الباطن وعقلك الباطن تقريبا عم بفكره بنفس الطريقة ولكن انت شوي اكتر سلبية آآ الشريك عنده امل اكبر في هاي العلاقة طيب نشوف بالنسبة للمصائح الله هو اكبر عم بقدم بقولك انه انا اسف بس بقولك انت كتير هاي الفترة كتير قاسي عم بتكون كتير قاسي على على اللي حواليك او على الشريك يعني وكأنها افكارك عم بتكون كتير تف كتير احكامك احكامك قاسية شوي يمكن انا ما بلومك يمكن من كتر ما عشت صدمات صارت احكامك قاسية او انت صرت قاسي قلبك مش زي زمان قلبك شوي صار اقسى من زمان يعني برجي الميزان طيب ولكن بقولك هاي الفترة انت عم يعني كانوا بحذرك بحكي لك انت عم بتكون قاسي كتير هاي الفترة على الشريك فشوي يعني هون بحكي لك اختار الحب بقولك انه اختار الحب لانه الحب هو الوحيد اللي رح يطلعك من اللي انت فيه او رح يجيب لك الخير فعلا طاقة الحب في الحياة مو شرط حب لشخص معين او لشريك لا لا الاصدقاء حب حتى الاشياء الحب بشكل عام بيولد طاقة ايجابية عند الشخص بقولك كمان حب نفسك يعني اختار الحب بكل اشكاله لحتى يساعدك انك يعني تتعدى او يعني تمشي في التحديات اللي انت عم بتمر فيها فبقولك بالحب تقدر انك تتخطى هالامور لا بالانتقام ولا بالافكار يعني القاسية ولا بهاي الامور كلها لا تكون كما عهدناك يعني تانكيو هذا الكرت شي يعني رح تعيشوا يعني لحظات رومانسية كتير حتى اللي ما عندوش شريك ممكن الفترة الجاي تكون فترة رومانسية كتير فيها هدايا فيها ورد فيها يعني كرت كتير حلو بالنسبة للعاطفة بقولك انت من الناس اللي عندهم حاس السادسة او قلتلك انت روحاني شخص روحاني بقولك هون انه خلي الحاس السادسة او خلي احساسك هو اللي يقودك مش دايما تشغل يعني كلهاتنا بنعرف برج الميزان عامل بلانس بحياته بيفكر بعقله احيانا اكتر من قلبه بيعني بيوزن الامور بقولك اعتمد على حاسيتك السادسة اكتر بقولك كمان بقولك انه الدموع شغلة حلوة ممكن انك تعيط ليش ما تعيط هذا ما بعرف الكرت اطلع قبل هيك اه بقولك انه البكاء اه شغلة مش سيئة بالعكس البكاء بيطلع منك طاقات سلبية وبيطلع منك اه 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 سلبية ممكن اتضرك فهو بيكون مثل الهيلر للسول تبعك بيكون اه مثل نوع من الاستشفاء او انك تطلع من الحالة اللي انت فيها فالبكاء شغلة مش سيئة هذا طلع مقلوب اه ستاب بورت وكأنه بحكي لك انه بالفترة الجاي رح تكون معتمد على نفسك اكتر يا برج الميزان خاصة في العمل اه رح تفتقد شوي لانه يكون في عندك اه سببورت او اه دعم فا يعني رح تقوم في معظم الاشياء او في اه اغلب الاشياء رح تكون انت لوحدك ولكن انا شايفيته انه برج الميزان ادها اه الميزان من ادك الابراج وممكن انه يعني يحقق كتير نتائج بفترات اه اصيرة في عندهم اه دكاء ما شاء الله اه بيقول لك ما تشطت حالك اختار هدف هدف اختار goal goal اه لحتى انك اه تعملهم بيقول لك انه طاقتك عم بتروح ناحية اه كتير افكار وعم بتشتت حالك باكتر من فكرة بدك تنفذ اكتر من فكرة في نفس الوقت بيقول لك بيقول لك انه ركز اكتر على موضوع معين كل فترة يعني ما تضيع حالك باكتر من شغلة في اكتر من يعني في الوقت نفسه فبس بيقول لك الانجلز هلبيو يعني عم بتساعدك في كل الامور اه ولكن انت اعمل فوكس على شي معين اه ما تكون متسرع وبدك تعمل شغلات كتير او تشطت انتباهك لاكتر من شغلة اه بهاي الفترة خد الامور شوي شوي بتأني اه هون بيقول لك انه انتظر بيقول لك اذا ما زبط معاك موضوع فما تي اس في قدامك كتير اوبشنز كتير اه اه فرص كتير افكار اه فاذا كان في يعني شي او اه ما عم يزبط ففي يعني اوبشنز كتير بيقول لك ما تزعل اه اه يعني برضو الانجلز رح تكون اه يعني رح ترشدك ورح تكون معاك ورح اه تحاول انها تريحك وهذا كله يعني بسبب الروحانيات اللي انت فيها شايفي رحانياتك حلوة لبرج الميزان اه بيقول لك هون انه يعني اه لازم شوي تعمل رفرش لروحك انت اليك فترة عم بتعيش بالماضي عم بتعيش في اه على الاطلال خلينا نقول عم بتفكر بامور سابقة او مواضيع ما كنت اه عم تحصل عليها عم تطلع عليها بطريقة اه كتير متشائمة فبيقول لك لا انه يعني اعمل رفرشنج لروحك اه اطلع انزل اعمل اه شغلات كتيرة لانه اه شغلة بس يعني بتروح وبتيجي مكانها اه شغلة احلى فما ما هنكون يعني مركزين بس على الشغلات اللي احنا ما منملكها اه هون شايتك هاي الفترة حبيبي الميزان رح يكون في عندك اه اه شوي وفرة مالية وهاي الوفرة رح اكتر شي تصرف على اللبس والخلينا نقول مجوهرات او اه الشغلات يعني البذخ اللي رح تعيش فترة انه اه تصرف على كتير على على المظهر على اه على هاي الامور فبيقول لك انه شوي شوي يعني ما تزيدها او تكترها انت اساسا بيقول لك انت الاساسا نجذاب بدون هاي الشغلات كلها طبعا مو غلط انه يعني نفكر بهاي الطريقة بانه نغير نفسيتنا وكزا وشايفة للبعض عم يعملوا عملية تجميل وعم بتنشي على خير شغلة حلوة يعني عم بتزيد لهم اه طاقتهم الايجابية والثقة بالنفس هلأ بترككم تسألوا سؤال اه عشان نجاهب عليه بنعم او لا تضمروا على شي معين اه خلينا نشوف انه رح يتم ولا ما رح يتم فخلينا نشوف شو هو السؤال والاجابة نعم او لا رح تكون اذا نعم بنشوف لها توقيت معين او بنحاول بشكل تقريبي نعرف التوقيت واذا لا يعني انت او حظك لا شايفة انه هاي الشغلة رح تتير ولكن يا برج الميزان رح تتير على فترات بطيئة على خطوات بطيئة ما رح تتير مرة واحدة هاي الشغلة في شوية عوائق رح شوية شوية تزول وتتحقق هاي الشغلة اذا نعم رح تتحقق